بالنسبة لنقطة الحياد سعد سفير أنت قلت أن موضوع أن حياد النمسا يهتز ولكن حياد النمسا حياد عسكري وليس سياسي وهذه التصريحات صراحة تكررت مرارا وتكرارا خاصة في الحرب الأوكرانية الروسية عندما انتقدتها روسيا وقالت أنها فعليا تأخذ موقف معادي للدولة الروسية فكانت التصريحات ما بين كارل نيهامر إلى شالنبرغ إلى كلاوديا تانر وزير الدفاع أن لا يعني أن تكون النمسا محايدة عسكريا أن تكون محايدة سياسيا سيدي ما هو المقصود بالحياد؟ مقصود بالحياد هو الالتزام الصارم بالقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية أنا هيك بفهم الحياد أنا بعرف وجهة النظر اللي قالت والله إحنا حيادنا هو حياد عسكري وليس حياد سياسي على عيننا ورأسنا لكن أنا بفهم دولة محايدة هي الالتزام الصارم بالقانون الدولي القانون الدولي يقول أن إسرائيل دولة احتلال وعليها أن تنهي احتلالها القانون الدولي لا يقول أن التاريخ بدأ في 7 أكتوبر من عام 2023 هناك في تاريخ كبير يمتد إلى 75 سنة من يعني معاناة الشعب الفلسطيني لكن يعني أن يصل الحد إلى أن هذه الدولة تصوت ضد قرارات يعني وقف إطلاق نار وقرارات تستند إلى قضايا إنسانية أعتقد هذا لا علاقة لا بحياد سياسي ولا بحياد عسكري هذا تبني كامل للرواية الإسرائيلية ومع الأسف حتى يومنا هذا يعني من استمع بالأمس إلى اللقاء المطول لوزير الخارجية شلمبرغ على التلفزيون النمسا ويرى أنه لم أرى تغير جوهري في الموقف النمساوي حتى أنتقد بسبب قربهم من يمين نتنياهو صحيح يعني وقال أنه عندما قالت له المذيعة لاوفر أن العلاقة وثيقة جدا بين النمسا ورئيس الوزراء الإسرائيلي من يمين نتنياهو غضب وقال ما الاحترام هذه رؤية خاطئة جدا وليس لها أي أساس وأوضح أن إسرائيل هي الديمقراطية التعددية الوحيدة في الشرق الأوسط صحيح يعني أنا بستغرب يعني دولة وفي نفس الوقت يلتقي في الأمس واليوم أعتقد مع سيد وزير الخارجية المصري سامح شكري وأيضا البحريني وغيرهم ويقول لهم أنتم شركاء وقبل أيام أيضا كان في السعودية والتقى ببن فرحان أعتقد سيد وزير الخارجية من فرحان وقال له أنتم الذين تملكون الحل في عقدة الشرق الأوسط فكيف برأيك هذه تصبحات سيد أنا بعتقد هذا استخفاف بعقولنا يعني الإدعاء بأن إسرائيل هي الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط عليها أن يضيف هي الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط المتهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية هي الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط التي ترتكب جرائم حرب هي الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط إلى رئيس وزرائها وزير دفاعها متهمين أمام محكمة الجنايات الدولية هي الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط التي هي دولة احتلال منذ عام سبعة وستين عليها أن يضيف هذه القضايا لكنه يتحدث وبعد حديثه بساعات قلائل ارتكبت إسرائيل مجزرة مروعة في رفح أعتقد أن هذا كلام لا يجوز ولا يجب أن يصدر عن يعني إنسان مسؤول في دولة أوروبية أن يشيد بهذه الدولة التي أصبحت تعيش عزلة دولية غير مسبوقة في العالم ولم يعد أحد في العالم ينظر لهذه الدولة بأنها دولة ديمقراطية أود أن أذكر يعني المستشار الألماني النمساوي والألماني بالمناسبة اللي اعترضوا على قرار محكمة الجنايات بوضع طلب أنه كيف تساوي بين حركة حماس وبين حكومة ديمقراطية في إسرائيل أنا بذكرهم أنه هتلر تم انتخابه ديمقراطيا في ألمانيا أن كون الإنسان منتخب ديمقراطيا لا يعطيه مناعة ضد المحاكمة ولا يشكل شهاد الضمانة له بأنه لا يرتكب جرائم حتى هتلر انتخب ديمقراطيا في عام 33 في انتخابات حرة في ألمانيا وارتكب بعد ذلك أكبر جرائم الحرب في التاريخ وبالتالي هذه الدولة الديمقراطية التي يتغنى بها وزير خارجية النمسا هي دولة ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية موسيقى